دعا وزير وطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب الشركات الأمريكية النشطة في قطاع طاقة والمناجم إلى الاستثمار في مجال التنقيب عن المحروقات وتطويرها واستغلالها وكذا في مجال البيترو كيميا في ظل المزايا التي يمنحها قانون المحروقات الجديد عرقاب عرض على الطرف الأمريكي قامت شركات متبادلة المنفعة مع الشركات الجزائرية إلى جانب نقل المعرفة والتكوين لا سيما في مجال البحث والاستكشاف وتثمين ثروات المنجمية وذلك عند استقباله بمقر دائرته الوزرية باحتة رجال أعمال أمريكيين بقيادة رئيسي مجلس الأعمال الجزائرية الأمريكية إسماعيل شيخون وديفيد ويلهام بحضور ممثلي أهم الشركات الأمريكية على خرار اكسون موبايل وشيفرون وهيكات انرجي